محاكمة الأسد ونظامه أمر سعى إليه المجتمع الدولي خلال سنوات الصراع في سوريا لكنه لم يفلح حتى اليوم بتحويله إلى حقيقة لكن الأمل بمحاكمة عادلة لم يزال يتجدد بجهود من دول ومؤسسات وأفراد يكافحون لتحقيق حلم السوريين في حصول ذلك صحف بريطانية تحدثت مؤخرا عن عدد من المحامين قدموا ملفات وأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي نيابة عن 28 لاجئا سوريا يقيمون في الأردن لمقاضات رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية صحيفة الجارديان أوضحت أن الجهود تتمثل في فتح تحقيق ضد الأسد من خلال محامين حقوقيين في لندن نيابة عن اللاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار عبر الحدود إلى الأردن ويعيشون في مخيماته حيث سيتم الطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بتهمة الترحيل لأن الهجمات المستمرة ضد المدنيين أجبرتهم على مغادرة بلادهم ويرى المحامون أن المحكمة تملك صلاحية المقاضات لأن الأردن الذي فر إليه اللاجئون ويقيمون على أراضيه أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية روما لتأسيس المحكمة في لاهاي ونظرا لأن سوريا لم توقع على الاتفاقية فلم يكن ممكنا من قبل رفع دعوة ضد الأسد ونظامه وبالتالي فمن الممكن أن يتم النظر في القضية اليوم وعدم رفضها كما حدث في المرات الماضية صحيفة التايمز بدورها نقلت عن إحدى النساء المشاركات في القضية شهادتها وكيف استهدف النظام أسرتها بعد أن قام شقيقها بالهروب من الجيش وشهدت سيدة أخرى وهي من محافظة حمص كيف استهدفتها قوات النظام بسبب عملها في معالجة المتظاهرين في الأيام الأولى من اندلاع الثورة مرارات كثيرة تجرعها السوريون على مدى سنوات تسر وقد خاب أملهم كثيرا في تحقيق العدالة الدولية بمحاكمة الأسد ونظامه فهل يتحقق اليوم حلمهم الكبير هذا بعد طول انتظار؟